ترجمة نانسي قنقر اكتب الجمل بالحديث الغير مباشر أي حول الجمل من الحديث المباشر إلى الحديث الغير مباشر الجملة الأولى هل أخذتم وثيقتكم؟ الجملة المقدمة سألتكم بداية قبل حل هذا التمرين والتمارين كلها أذكركم بالقاعدة لدينا أربع أنواع من الجمل الجملة التصريحية المنتهية بنطة رابطها هو ك وفاعلها يكون متكلم يحول إلى غائل ج تحول إلى إيل وإل والنو تحول إلى إيل أفك إس وإل أفك إس النوع الثاني هو جملة الأمر نعرف صيغة الأمر بأنه لا يوجد فاعل للفعل المصرف تحول صيغة الأمر إلى صيغة المصدر يرد الفعل إلى مصدره والرابط هو حرف الجرد النوع الثالث هو الاستفهام الكلي الرابط يكون هو سي ونحذف طريق الطرح السؤال نحذف إشارة الاستفهام من طريقة النبرة نحذف الإسكو إذا وجدت ونعيد عملية القلب بين الفعل والفاعل كل إلى مكانه أي الفاعل وبعده الفعل الاستفهام الجزئي النوع الرابع الاستفهام الجزئي يكون بكلمات وصفات الاستفهام فنفسها هي التي تصبح الرابط بين الجملتين ما عدا ك تحول إلى سكو ونحذف طريقة طرح السؤال بعدها أي نحذف إشارة الاستفهام ونحذف الإسكو إذا وجدت ونعيد عملية القلب كل شيء إلى مكانه إذا كان الفعل المقدم فعل قال أو فعل سألة بأحد أزمنة الماضي فهناك تغيير في أزمنة الجملة المنقولة أما إذا كان بزمن الحاضر فلا تغيير في أزمنة الجملة المنقولة تغيير الأزمنة إذا كان المقدم حصرا يكون بالماضي إذا كان الفعل في جملة الحديث المباشر بزمن لبريزن الحاضر يحول إلى زمن الأمبر في وإذا كان بزمن الفتير سامبل المستقبل البسيط يحول إلى الكونديسوني البريزا أي الحاضر الشرطي وتحويل الفعل من زمن الفتير سامبل إلى الكونديسوني البريزا من المستقبل البسيط إلى الحاضر الشرطي نغير فقط نهايته إلى نهاية زمن الأمبرفي أي نعيد الجذر نفسه إلى عمد حرف الر ونغير إلى نهاية زمن الأمبرفي المؤشرات الزمنية يجب أن لا ننساها فكلمة إيير البارحة تصبح لا في دوما تصبح للوندوم هذا ما سيمر معنا في التمارين صفات الملكية أيضاً لا ننسى تغييرها بتغيير فاعل الجملة أي المالك نأتي إلى الجملة الأولى نكتشف نهاية الجملة تعطينا نوع الجملة استفهام وكلي لأنه لا يوجد كلمة استفهامية في بداية الجملة والجملة انتهت بإشارة الاستفهام فهذا استفهام كله بطريقة النبرة الصوتية نأتي إلى الجملة المقدمة زمن الفعل في الجملة المقدمة هو ماضي ولربط الجملتين ببعضهما البعض نربطهما بالرابط سي إذا والمقدم بالماضي لكن هنا لننتبه إلى فاعل الجملة المنقولة بداية السؤال الذي بين قوسين في جملة الحديث المباشر باستخدام ضمير فو وهو ضمير المخاطب ضمير فو مخاطب إذن السؤال بالمخاطب نطبق الطريقة التي تعلمناها لاكتشاف فاعل الجملة المنقولة فو في الجملة الأساسية بين قوسين ولدينا هنا فو بين الفعل والفاعل في الجملة المقدمة لدينا هنا فو ففاعل الجملة المنقولة يبقى فو نفسهم إذن فو في الأساسية وفو في المقدمة فضمير فو في الجملة المنقولة نعود إلى الفعل المقدم فعل طلبة أو سألة بزمن الماضي المركب إذن هناك تغيير في أزمنة الجملة المنقولة نعتي إلى الفعل الذي بين قوسين آف هو باللون الأزرق هذا فعل أفوار بزمن لبريزا إذن لدينا فعل أفوار بزمن لبريزا زمن الحاضر يحول زمن لبريزا إلى زمن الأمبر في فعل أفوار جذره بزمن الأمبر في أول حرفين من المصدر وهو آف إذن جذر فعل أفوار بزمن الأمبر في هو آف آ و في ونهاية الأنبر في مع الضمير V هي E-E-Z فحصلنا على تصريف الفعل بزمن الأنبر في الجذر هو A-V والنهاية هي E-E-Z نكمل بباقي عناصر الجملة pre-voter document ولا ننسى تحويل إشارة الاستفهام إلى نقطة حكذا نكون قد نقلنا هذه الجملة إلى الحديث الغير مباشر إذن الرابط هو C لأنه استفهام كلي الفو بقيت فو لأنها موجودة بالجملة المقدمة أنا سألتكم إذا أنتم المقدم بالماضي نغير أزمنة الجملة المنقولة A-V فعل أفوار بزمن لبريزا يحول إلى زمن الأنبر في جذر هو A-V والنهاية E-E-Z تتمت عناصر الجملة دون تغيير مع نقطة نحذف إشارة الاستفهام ونحولها إلى نقطة سألتكم إذا كنتم قد أخذتم وثيقتكم طبقنا القاعدة الأولى تحويل زمن لبريزا إلى زمن الأنبر في لكن حقيقة نحن في القاعدة رقم 2 فكلمة بري هي اسم المفعول من فعل بروندر أخذ والزمن في الجملة الأساسية كله A-V كان زمن الماضي المركب وأنزلنا الفعل اسم المفعول كما هو فكما تعلمون اسم المفعول لا يتغير بين زمن وآخر بتنزيله كما هو حصلنا أيضا على زمن مركب وهو A-V وهذا زمن الماضي التام لبريزكو بارفين لننسى ما تحدثت به منذ قليل ونطبق القاعدة التي تعلمناها المختصرة زمن لبريزا تحول إلى زمن الأنبر في ولا يهمنا بعده يوجد اسم المفعول أم لا يوجد الجملة الثانية سيرج إي بارتي هل سيرج غادرة؟ هل سيرج غادرة؟ سؤال واستفهام كله بطريقة النبرة الصوتية الجملة المقدمة سألتكم حقيقة هنا الضمير في الجملة المقدمة لا يهمنا بشيء ولا يقابله الضمير في الجملة المنقولة لماذا لم نطبق القاعدة التي طبقناها في الجملة الأولى؟ لأنه باختصار السؤال في الجملة الثانية بالرقم اثنين عن سيرج السؤال عن اسم صريح فالغائب يبقى غائب والاسم يبقى اسما كما هو أما المخاطب هو الذي يعطينا احتمالات متعددة لنقل الجملة الغائب يبقى غائب سواء أكان ضميرا أو اسما لنربط الجملتين ببعضهما البعض نربطهما بالرابط سي والمقدم بالماضي فعلينا تغيير أزمنة الجملة المنقولة لكن الفاعل طالما أنه اسما يبقى الاسم كما هو وهو سيرج نأتي إلى الفعل A هو فعل Ether بزمن البريزة علينا أن نحوله إلى زمن الأنبر فيه لأن المقدم سأل بالماضي المقدم بالماضي A هو فعل Ether في البريزة نحوله إلى زمن الأنبر فيه جذر فعل Ether بزمن الأنبر فيه أول حرفين من المصدر أيضا وهو إت إذن Ether وأفوار نأخذ أول حرفين من المصدر فنحصل على جذر زمن الأنبر فيه Ether والنهاية نهاية الأنبر فيه مع سيرج الذي يعوض بالضمير إيل هي A-E-T أصبح لدي زمن الأنبر فيه لفعل Ether Ether ننزل كلمة بارتي كما هي ونقطة بعدها ولنعتبر أنفسنا أننا لا نعرف ما هي بارتي أبدا أبدا طبقنا القاعدة رقم واحد البريزة تحول إلى أنبر فيه وحلنا صحيح ولا يهم إذا عرفنا الزمن كاملا أم لم نعرفه فقد كان باسي كومبوزي وحول إلى بليسكو بغرفين هذا وحل الجملة الثانية الجملة الثالثة جوفي أو سينما أذهب إلى السينما هذه الجملة أتت في السنة الماضية في الدورة التكميلية الجملة المقدمة إلى دي قال بداية بالنظر إلى نهاية الجملة نجد أنها انتهت بنقطة فهذه جملة تصريحية منتهية بنقطة الرابط للجملة التصريحية هو كو الرابط هو كو والمقدم بالماضي إذن نربط الجملتين بالرابط كو المقدم آدي فعل قال بزمن الماضي المركب كيف عرفنا أنه بزمن الماضي؟ حقيقة يوجد فعل مساعد وهو آ بعدم وجود فعل مساعد فهو زمن لبريسة له نفس الشكل دي أما بوجود فعل مساعد فأصبح الماضي المركب إذن المقدم بالماضي إذن علينا تغيير أزمنة الجملة المنقولة ولدينا قاعدة ثابتة في الجملة التصريحية المتكلم يحول إلى غائب فالضمير جو يحول إلى إيل هو قال أنه هو وصلنا إلى الفير في هو فعل آل لي ذهب على الطالب أن يكون عنده خبرة قليلة باللغة فقد مر معنا كثيرا فعل في هو فعل آل لي ذهب بزمن لبريسة زمن الحاضر يجب أن يحول إلى زمن الأنبر في إذن في هو فعل آل لي ذهب بالبريسة يجب أن نحوله إلى زمن الأنبر في فعل آل لي ذهب كالزمرة الأولى نعتبره نحذف الأؤر فنحصل على جذر الفعل بزمن الأنبر في أي هو آل لنحفظه من جديد ذهب هو فعل آل لي جذره بالأنبر في آل نهاية الأنبر في مع الضمير إيل هي آي تي باللون الأخضر أصبح لدي زمن الأنبر في لفعل آل لي آل لي أو سينما لا يوجد فيها تغيير نضاعها كما هي إذن ربطنا الجملتين بالرابط كوري أنها جملة تصريحية منتهية بنقطة المقدم بالماضي فعلينا تغيير أزمنة الجملة المنقولة الضمير المتكلم الفاعل يصبح غائب فأصبح الضمير إيل ذهب هو فعل آل لي ذهب بزمن لبريسة نحوله إلى زمن الأنبر فيه جذره آل إل والنهاية آي تي تتمت الجملة نقطة الجملة الرابعة لا سالدو تياتر صالة المسرح تكون مفتوحة طبعا الترجمة ليست عبرة لا تهمنا نقوم بحل الجملة حتى لو لم نعرف ترجمته الجملة المقدمة إيلادي هو قال إذن لدينا المقدم إيلادي والجملة التي بين قوسين صالة المسرح تكون مفتوحة بداية المقدم قال بزمن الماضي إذن علينا تغيير أزمنة الجملة المنقولة نجد أن نغير أزمنة الجملة المنقولة الجملة التصريحية رابطها هو ك نربط الجملتين بالرابط ك ونأتي إلى الجملة التي بين قوسين لا يوجد ضمير متكلم لنعوضه ونحوله بضمير الغائب لدينا اسما صريحا اسم ومضاف إليه فيبقى نفسه في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية إذن طالما أنه لدينا اسما فالاسم يبقى اسم في الجملة الأساسية وفي الجملة المنقولة لا سال دو تياتر وصلنا إلى الفعل إيه هو فعل إتر بزمن لبريزة علينا تحويله إلى زمن الأمبر في جذره أول حرفين من المصدر وهي إت والنهاية آئي تي نهاية زمن الأمبر في المناسبة لكلمة لا سال أد صالة لأن كلمة الصالة مفرد مؤنس فتعوض بالضمير أل والنهاية هي آئي تي طبعا الفاعل الحقيقي هو كلمة لا سال أد صالة لأن دو تياتر المسرح هو مضاف إليه نتعامل بتعويلنا لضمير الفاعل مع الاسم الأول وهو لا سال النهاية آئي تي كلمة أوفيرت ننزلها كما هي لا تتغير أصبحت الجملة بالحديث الغير مباشر هذه الجملة أتت أيضا في عام الفين واثنين وعشرين في الدورة الأولى وقد كانت مذكورة في نموذج الأول الذي سبق الامتحان النهائي ونسأل الله أن يكون النموذج لهذه السنة أيضا من النماذج المهمة التي تفيدكم في الامتحان إذن ربطنا الجملتين بالرابط كو لأنها جملة تصريحية متهية بنقطة لا سالتو تياتر اسما صريحا أعيد كما هو فعل اتر حول إلى زمن الأنبر فيه أصبح ات وفيرت كما هي حولنا الزمن لأن المقدم بالماضي الجملة الخامسة فوفياندريدوما هل ستأتون غدا الجملة المقدمة جوفوزيدو مندي سألتكم أنا سألتكم المقدم بالماضي والذي نركز هنا على الترجمة لدينا سؤال كله بطريقة النبرة الصوتية باستخدام ضمير المخاطب فو استفهام كله استخدام الضمير فو وهو ضمير المخاطب علينا الانتباه إلى الجملة المقدمة فيها الضمير فو بين الفعل والفاعل وهو دلالة على أننا يجب أن نحافظ على الضمير فوفي الجملة المنقولة لكن بداية لا ننسى الرابط سي الذي عليه جزء من العلامة الرابط للاستفهام الكله هو سي ولدينا فوفي الجملة الأساسية وفوفي الجملة المقدمة فيجب أن نضع فوفي الجملة المنقولة هذا هو الفاعل وصلنا إلى الفير فياندريد بالنظر إلى هذا الفعل جذرا ونهاية الجذر انتهى بحرف الر والنهاية أزد فهذا زمن الفتير سامبل المستقبل البسيط وهو فعل فنير أتى جذره شاذ بالمستقبل البسيط يصبح فياندر والنهاية أزد فهذا هو زمن الفتير سامبل القاعدة التي سنطبقها هي الثالثة يحول زمن الفتير سامبل إلى الكونديسوني لبريزا إلى الحاضر الشرطي وتحويل الفعل من زمن المستقبل البسيط إلى الكونديسوني لبريزا إلى الحاضر الشرطي نغير فقط النهاية أي نعيد الجذر نفسه إلى عند حرف الر وهو فياندر ونغير فقط النهاية وهي نهاية الأمبر في نستخدم نهاية زمن الأمبر في مع الضمير فو إي أزد إذن الجذر أعيد كما هو والنهاية فقط هي التي تغيرت من نهاية البريزا نهاية تيرسامبل إلى نهاية الأمبر في بدل الأزد وضعنا إي أزد فحصلنا على الكونديسوني لبريزا وهو زمن يتألف من جذر المستقبل المستقبل البسيط وهو فياندر ونهاية زمن الأمبر في وهي إي أزد علينا الانتباه إلى الكلمات التالية في الجملة فبعضها قد يتغير دمى غدا هي مؤشر زمني ضمن الجد والذكرة تغير وتصبح للون دمى في اليوم التالي ولا ننسى تحويل إشارة الاستفهام إلى نقطة لنكون قد حففنا بذلك طريقة طرح السؤال هذه الجملة نموذجية فوفياندري دمى جوفو زيدو ماندي الرابط هو سي لأنه استفهام كلي الفوف موجودة في الجملة الأساسية وفي الجملة المقدمة فوفي الجملة المنقولة فياندري الفتير سامبل يحول إلى كونديسون البريزة لأن المقدم سأل بالماضي تحويل الفتير سامبل إلى كونديسون البريزة نغير فقط النهاية من الأزد إلى إي أزد إلى نهاية زمن الأمبر فيه وكلمة دمى تصبح للون دمى مع النقطة بدل إشارة الاستفهام الجملة السادسة والأخيرة في هذا التمرين وهو يعتبر من التمارين المهمة جدا أريد أن أغادر الجملة المقدمة إي الماضي قال لي الجملة تصريحية منتهية بنقطة والمقدم آدي قال بزمن الماضي المركب إذن علينا تغيير الأزمنة والرابط هو ك الرابط هو ك لأنها جملة تصريحية منتهية بنقطة والمقدم بالماضي فعلينا أن نغير الأزمنة نأتي إلى الفيرب أو قبل الفيرب نذهب إلى الفاعل الجملة التصريحية فاعلها المتكلم يحول إلى غائب فالجه تحول إلى إيل أما هنا لدينا فعل في فعل أرادة هذا فعل فولوار أرادة بزمن لبريزة علينا أن نحوله إلى زمن الأمبر فيك لأن المقدم بالماضي فزمن لبريزة يحول إلى زمن الأمبر فيك لنعود بالذاكرة إلى سلسلة التأسيس والتقوية عندما أخذنا زمن لبريزة وكل الأزمنة حقيقة لبريزة لهذا الفعل طبعا مصدره فعل فولوار أرادة لبريزة لهذا الفعل هذا فعل شاذ من الزمرة الثالثة له ثلاثة جذور الجذور الأول هو V وهو لدينا هنا الآن في هذه الجملة V-E-U والجذور الثاني هو فول V-O-U-L والجذور الثالث هو فول V-E-U-L توزيع الجذور كان الجذور الأول يعطى لضمائر المفرد وهي جو وتيو وإيل والجذور الثاني يعطى لضمائرين نو و V والجذور الثالث يعطى للضمير E-E-F-E-K-E-S نأتي هنا إلى هذا الفعل وماذا سنفعل به انتهيت من مراجعة شفوية لزمن لبريزة لهذا الفعل لكن علينا أن ننتبه إلى زمن الأمبربي القاعدة العامة لزمن الأمبربي الماضي المستمر تقول نأخذ جذر الفعل مع الضمير نو بزمن لبريزة زمن الحاضر أي لدينا هنا جذر الضمير نو مختلف عن هذا الجذر هذا الجذر الأول ليس للضمير نو نذهب إلى الجذر الثاني نريد جذر الفعل من الضمير نو وهو الجذر الثاني لهذا الفعل وهو فول V-O-U-L إذن انتقلنا من الجذر الأول إلى الجذر الثاني لأننا نريد جذر الضمير نوني تشكيل زمن الأمبربي وما هي نهاية زمن الأمبربي مع الضمير إيل هي A-E-T فأصبحت فولي هذا هو زمن الأمبربي لفعل فولوار أرادا من صعب عليه هذه الأمور التي تحدثته بها فليحفظ هذا الفعل من جديد The هو فعل أراد بزمن لبريزا فولي هو فعل أراد بزمن الأمبربي تتغير الأحرف لا تتغير على الطالب أن يحفظها ولو بصما The تصبح فولي بارتير فعل بالمصدر يبقى كما هو كيف قمنا بحل هذه الجملة بداية الجملة التصريحية منتهية بنقطة الرابط هو ك تصبح غائبا المقدم بالماضي علينا تغيير الأزمنة The هو فعل أرادة بزمن لبريزا يحول إلى زمن الأمبرفي نأخذ جذره الثاني هو فول والنهاية آئتة وبارتير كما هي هذا هو حل التمرين الأول في الصفحة 48